الحمد لله والصلاة والسلام على الأشر في خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى وصار على هدي ونهج وحي سنة وبهسن إلى يوم الدين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع الجزء الثاني من درسنا اليوم إن شاء الله رب العالمين وكنا قد انتهينا في الجزء الأول من الكلام عن تقسيمات الأفعال واليوم إن شاء الله رب العالمين نبدأ مع تقسيمات الأسماء وكنا قد تكلمنا عن هذه التقسيمات مع الفعل يعني بعضها مشترك مع الفعل كالتجرد والزيادة هذا التقسيم تقسيم الاسم بهذا الاعتبار أو من هذه الجهة مشترك ما بين الأسماء والأفعال فالاسم ينقسم إلى مجرد ومزيد كما ينقسم الفعل إلى مجرد ومزيد كما ينقسم الاسم باعتبار آخر وهو باعتبار نهايته باعتبار نهاية الاسم باعتبار آخره هل هو منقوص أم مقصور أم ممدود أم صحيح ثم ينقسم إلى مذكر ومؤنث ثم ينقسم إلى جامد ومشتق وهو بذلك يشترك كذلك مع الفعل في هذا المعنى تقريبا وهو الجامد والمتصرف ثم ينفرد الاسم أيضا بهذا التقسيم وهو الإفراد والتثنية والجمع دعونا نبدأ مع تقسيم الأول من حيث التجرد والزيادة قلنا إن الفعل ينقسم إلى مجرد ثلاثي ومجرد رباعي لا غير طيب والاسم لا الاسم ينقسم إلى مجرد ثلاثي ومجرد رباعي ومجرد خماسي يا أستاذ مجرد خماسي في الأسماء لماذا في الأفعال قلت قبل قليل إن الفعل ثقيل إن الفعل ثقيل ولذلك فمجرده آخره أربعة أما الاسم فقد يصل إلى الخمسة طيب تعالوا نرى الأوزان التي يكون عليها الاسم الثلاثي يكون على وزن فاء عالى بتصريفاتها مع تصريفات الفاء والعين يعني فتح الفاء مع السكون وفتح الفاء مع الكسر وفتح الفاء مع الفتح وفتح الفاء مع الضم كسر الفاء مع السكون وكسر الفاء مع فتح العين وكسر مع كسر العين وهذا للمكسور الفاء ثم يأتي الضم ضم فسكون وضم ففتح وضم فضم وهكذا فنستطيع أن نقول إن للفعل الثلاثي عشرة أوزان إن للإسم الثلاثي عشرة أوزان فعل كسهم وضخم وفعل كقمر فاعل قامار وفعل ككتف وفعل كعضد وفعل كحمل وفعل كعنب وفعل كإبل وفعل كقفل وفعل كسرد وفعل كعنق طبعا السهم والقمر الكتف معروف والعدد معروف أظن هنا سرد السرد اسم لطائر من الطيور معروف السرد نوع من الطيور أو اسم لطائر طيب الرباعي المجرد له أربعة أوزان له أوزان الرباعي في الأسماء أربعة فعل كجعفر طيب وفعل كفعل كذب رج وفعل كبرث وفعل كقمطر أصله فعل بلا مين لكن اللامين هنا أضغمتا لأنهما متجانستان فعل كمطر والوزن الخامس فعل كدر همين إذن الاسم الرباعي له خمسة أوزان فعل 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 وفعل هذه الأوزان الخمسة للرباعي الخماسي له أيضا أربعة أوزان فعل 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 سفرج ثلاث لامات في فع ساف فعل سفرج لام ساكنة أضغمت في اللام سفرج لن سفرج الرم الراء والجيم اللام واللام أضغمت اللام في اللام طيب فعل سفرج فعل 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 لن فعل لن ك جحم رش جحم رش طيب و فعل لن لا فع فعل لن قر طع قر طعب قر طعب فعل لن بثلاث لماد قر طعب فعل لن طيب الوزن الرابع وهو فعل لن قزعم لن فعل لن قزعم لن هذه هي أوزان الخماسي وكما ترون قزعمل وقر طعب وجحمرش هذه أوزان من الأوزان قليلة الاستعمال طيب تعالوا نرى الزيادة كيف تكون الزيادة قال أوزان أوزانه أوزان المزيد يعني تبلغ ثلاثمائة وثمانية كم؟ ثلاثمائة وثمانية نعم وقد تزيد لأن منها ما هو مهمل وغير مستأو ما أهمل ومنها ما وضع ولم يستعمل أصلا طيب لا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف كما قلنا في أوزان الفعل عندما قلنا إن أكثر ما يصل إليه الفعل بعد زيادة ها ستة أحرف ولكن الاسم يصل إلى سبعة أحرف ولا يتجاوز السبعة مزيد ثلاثي إشهي باب إشهي باب ومزيد الرباعي إحرنجام مصدر إشهي باب إشهي هاب إشهي باب وحرنجم إحرنجام آه ومزيد الخماسي عضرفوت عضرفوت جميل جدا وانتهى الكلام يكفينا هذا في الكلام عن المجرد والمزيد إذا فهمنا أو إذا عرفنا هذه الأوزان التي أمامنا من الثلاثي والرباعي والخماسي فإن ما عداها فهو مزيد طيب دعونا ننتقل إلى تقسيم جديد وهو التقسيم من حيث آخر الكلمة صنوبر جميل صح ما شكل هذا الآخر طيب حتى نبين الأمر هذا الآخر إما أن يكون صحيحاً ما معنى صحيح يعني أن يكون الآخر خالياً من حرف من حروف العلة جميل وإما أن يكون الآخر معتل الآخر بالياء وإما أن يكون معتل الآخر بالآلف ولا يكون آخر الاسم المعربي واو لا يكون آخر الاسم المعربي ها واو ليس هناك اسم عربي معرب آخره واو أعني الواو الممدودة ليست الواو المشددة نمو وبدو وغدو هذه واو مشددة لكن أريد واو قبلها ضمة أريد واو قبلها ضمة كما في المنتهي بالياء آخره ياء قبلها كسرة قاضي داعي الساعي الراعي المقصور ألف قبلها فتحة طيب هل هناك اسم عربي معرب آخره واو لا يا أستاذ هو هو هذا ضمير هذا مبني أنا أقول معرب يا أستاذ يدعو يدعو هذا فعل طيب وإذا سمينا شخصا يدعو فعل نقل إلى الاسمية لكن هل عندي اسم آخره واو لا بهذا الشكل واو مفردة يعني ليست مشددة قبلها ضمة موجود نعم أستاذ قمندو وسمندو وبرندو يا أستاذ هذه ليست عربية هذه ليست عربية إذن إذن أقول ليس هناك كلمة ليس هناك اسم معرب عربي آخره واو مفردة قبلها ضمة إذن آخر الكلمة إما أن يكون صحيحا يعني ليس فيه حرف من حروف العلة وإما أن يكون منقوصا يعني آخره يا لا وإما أن يكون مقصورا يعني آخره ألف وإما أن يكون ممدودا يعني آخره ألف بعدها همزة تعال تعال إذا فهمنا هذا التقليد تعال لنشرح هذا صحيح الصحيح ما اسم معرب آخره ليس كالمنقوص والمقصور والممدود ما معنى هذا الكلام يعني ليس معتلا ولا شبيه بالمعتل شبيه بالمعتل ما معنى شبيه بالمعتل يعني الاسم المنتهي بالألف الممدودة هذا يشبه عند الصرفيين الفعل المعتل أو الاسم المعتل لماذا يشبه المعتل لأنه فيه مشاكل عند التثنية وعند الجمع وعند التصغير وعند النسب هل تبقى الهمزة أم تقلب واوا أم تقلب ياء أم هل ترد إلى أصلها أم تقلب مطلقا أم ماذا ففيه بعض المشكلات لذلك قسموه قسما قائما دراسي فالصحيح ما كان الحرف الأخير منه صحيحا ليس منقوصا ولا مقصورا ولا ممدودا مثل كلمة قلم ورجل أما المنقوص الاسم المنقوص اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها داعي الداعي الساعي المصطفي المهتدي المستفتي منقوصا لماذا اسمه منقوص لماذا نسميه منقوصا يا أستاذ نسميه منقوصا لأنه إذا كان نكرة حذفا تحذف منه هذه الياء يعني داعي هذه نكرة الداعي صح لكن داع فحذفنا الياء حذفنا الياء فصار الاسم منقوصا نقص حرفا طيب المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة ولا يكون قبلها إلا مفتوحا لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا مثل هدى وعصى وفتى لماذا مقصور؟ القصر هنا ضد المد ليس ممدودا كيف الممدود؟ انظر الممدود صحراء بيداء نجلاء شيماء علياء كل هذا اسم ممدود سماء بناء قوباء علباء كلها اسماء ممدودة الممدود اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة ولا تكون إلا زائدة ولا تكون إلا زائدة فإن لم تكن زائدة فهو ليس داخلا معنا إذن المنقوص آخره ياء قبلها كسرة ياء لازمة قبلها كسرة المقصور آخره ألف لازمة طبعا قبلها فتحة الممدود آخره همزة قبلها ألف زائدة صاحارة أصل والهمزة والألف التي قبلها زائدة ثم الصحيح ما ليس منقوصا ولا مقصورا ولا ممدودا طيب تعالوا نقسم الفعل باعتبار آخر الفعل عفوا تعالوا نقسم الاسم باعتبار آخر ما هذا الاعتبار هو اعتبار التذكير والتأنيث اعتبار الجنس جنسه ما جنسه جنسه مذكر أم جنسه مؤنث فينقسم الاسم إلى مذكر وهو الأصل ومؤنث طيب جيد المؤنث هذا ينقسم باعتبارات أول اعتبار هو الحقيقة والمجاز الحقيقة والمجاز مؤنث حقيقي وضده مؤنث مجازي طيب ما المؤنث الحقيقي المؤنث الحقيقي هو ما عنده عضو التأنيث أو يقولون هو ما يلد أو يبيض طيب فاطمة هند رائدة طيب والمجازي ما ليس عنده عضو التأنيث أذن الأذن مؤنث وكل ما كان منه اثنان في الجسم فهو مؤنث فالأذن مؤنث والعين مؤنث واليد مؤنث والذراع مؤنث والساق مؤنث والرجل مؤنث والقدم مؤنث طيب جميل يستدل على تأنيث المجازي إما بالضمير عود الضمير كمثلا كلمة أصبع كقول أبي بكر رضي الله عنه ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت إذا عود الضمير لقيت دميتي جميل أو الإشارة هذه أذن هذه شمس هذه أصبع لا نقول هذا شمس أو هذا أذن لا أو لحوقتاء التأنيث في الفعل دميتي أصبعه دميت وفي سبيل الله ما لقيت 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 أصبعه ما لقيت في سبيل الله لقيت بتاء التأنيث تقطع اليد من السارغ تقطع اليد تقطع بتأنيث الفعل أين التأنيث تاء المضارعة تدل على التأنيث التاء في المضارع للمؤنث المؤنث إما للمخاطب المذكر أنت أو للغائب المؤنث أنت هي عفوا طيب طيب تعالوا لنقسم الفعل باعتبال آخر أو من جهة أخرى هذا تقسيم من جهة لفظه تقسيم من جهة اللفظ مؤنث من جهة لفظه ومعناه فإما أن يكون المؤنث مؤنثا لفظيا وضع لمذكر وفيه علامة التأنيث هو لفظ لفظه مؤنث لكن معناه مذكر طلحة بالتاء طلحة وأسامة ومعاوية وعبيدة وزكرياء وزكرياء زكرياء بالألف الممدودة والكفراء بالألف المقصورة ماذا يريد أن يقول يعني قد يكون المؤنث قد يكون المؤنث ها قد يكون المؤنث بعلامة التأنيث التاء أو بألف التأنيث الممدودة أو بألف التأنيث المقصورة ومع ذلك فاللفظ مؤنث والمعنى مذكر طيب مؤنث معنوي معناه مؤنث لكنه لا يحمل علامة التأنيث مريم هند زينب كوثر دعد رغد كل هذه الأسماء أسماء مؤنثة ولكنها لا تحمل علامة التأنيث طيب مؤنث لفظي ومعنوي هذا جمع الحسنيين هو مؤنث في المعنى ومؤنث في اللغ معناه مؤنث وفيه علامة التأنيث خديجة بالتاء ليلة بالألف المقصورة عاشوراء ليلة عاشوراء عاشوراء بالألف الممدود طيب ما علامات التأنيث علامات التأنيث تعال علامات التأنيث قلنا ثلاثة تاء التأنيث التاء المربوطة أو يسمونها التاء المتحركة والتاء الساكنة التاء التأنيث المتحركة والتاء الساكنة طيب والألف المقصورة والألف الممدودة تعال التاء التاء تكون ساكنة فقط في آخر المضارع لعبت وذهبت ودخلت وخرجت وفهمت وعرفت وكل هذا طيب جميل وتكون متحركة في أول المضارع تقوم وتجلس وتذهب وترجع وتلعب وتكون متحركة في آخر الاسم جاءت عائشة ورأيت عائشة وسلمت على عائشة تاء أيضا يا متحركة على عائشة تاء نعم ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف طيب جميل العلامة الثانية هي الألف المقصورة الألف المقصورة ولها للألف المقصورة لها إثنى عشرة وزنى فعلا أرابا أرابا فعلا بهما فعلا بردا نهر بردا فعلا مرضا فعلا حبارا فعلا ثهما فعلا ثبطرا فعلا فعلا حجلا فعالا فعلا حضررا فعيلا لغيزا فعالا خبازا وهكذا هذه الأوزان 12 وزنا تنتهي كلها بألف التأنيث المقصورة أما الألف الممدودة فلها أيضا 12 وزنا فعلاء رغباء أفعلاء أربعاء وبالمناسبة أربعاء صح لكن أربعاء 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 كلها صحيحة يعني هذه الكلمة بالتثليث كلها صحيحة طيب فعل فعلاء قرفصاء فعلاء تاسعاء عاشراء فعلاء نافقاء فعلياء كبرياء فعلاء جنفاء فعلاء جنفاء فعلاء سيراء فعلاء نفساء فن علاء خن فساء فعيلاء قريثاء مفعولاء مشيخاء ومشيخاء هذا أقلها في الاستعمال طبعا هذه الأوزان يعني أكثرها أكثرها يحفظ ولا يقاس عليه يعني قليل منها ما يستخدم يعني لكنها موجودة طيب تعالوا لنقسم الفعل الاسم بتقسيم آخر أو من جهة أخرى الحمد لله طيب تعالوا لنقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق اسم جامد واسم مشتق طيب ما معنى الجمود والاشتقاق هناك عندما تكلمنا عن الفعل الجامد قلنا الفعل الجامد هو الذي لا يتغير شكله صورة واحدة لا يفارقها والمتصرف ما يأتي منه الماضي والمضارع والمصدر طيب جميل إذا تكلمنا عن الأسماء آه الاسم جامد يعني لم يؤخذ من غيره ومشتق يعني أخذ من غيره مأخوذ من غيره طيب جميل سنرى هذا شيئا فشيئا أول شيء سنقسم الاسم من حيث الاشتقاق والجمود ونقول الاسم جامد يعني لم يؤخذ من غيره وهو إما أن يدل على حدث العلم والعمل والكتابة يعني المصدر يعني المصدر العلم والأدب والخلق والكتابة أو معنى دون ملاحظة الصفة قلم كتاب رجل أرض بيت هذه كلها أسماء جامدة مثل أسماء الأجناس المحسوسة رجل هذا دل على معنى أسماء الأجناس المعنوية نصر مصدر هذا دل على الحدث جميل والمشتق ما أخذ من غيره وفي نفس الوقت دل على ذات مع ملاحظة الصفة عالم يدل على شخص اتصف بصفة العلم فعالم مأخوذ من العلم من المصدر يعني على ما يقول البصريون أو مأخوذ من علمة على ما يقول الكوفيون طيب يعني طبعا هذه قضية مشهورة أعني الخلافة في أصل المشتقات صح جميل صح أعني الخلافة في أصل المشتقات هل المصدر هو أصل المشتقات أم الفعل هو أصل المشتقات هناك ثلاثة آراء في المسألة البصريون يقولون المصدر أصل المشتقات والكوفيون يقولون الفعل أصل المشتقات وهناك رأي ثالث يقول المصدر أصل للأفعال والفعل أصل للوصف الوصف يعني المصدر مثلا سنقول علم هو مصدر هو أصل لعلم يعلم وإعلم وعلم الماضي هذا أصل لعالم ومعلوم ومعلم اسم الفاعل واسم الفعول واسم الزمان واسم المكان واسم المرة كل هذه الأشياء تأخذ من الفعل إذن المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف طيب تفضلي بارك الله فيك قبل الله مننا ومنكم جميل في الحقيقة هذا نزاع طويل جدا وصراع مرير جدا بين الكوفيين وبين البصريين وكل منهم استدل بأدلة جاوزت العشرين دليلا يعني الكوفيون جاءوا بأكثر جاءوا بثلاثة وعشرين دليلا على أن الفعل أصل المشتقات والبصريون جاءوا بثلاثة وعشرين دليلا على أن المصدر أصل المشتقات وكلامهم كله مردود وكلامهم كله مردود يعني كل هذه الأدلة التي جاء بها هؤلاء أو جاء بها هؤلاء مردود عليها مردود عليها طيب جميل مشتق ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة طيب تعالوا نتكلم عن هذه القضية هذا كلام مهم جدا هي مسألة الاشتقاق مسألة الاشتقاق الاشتقاق ينقسم إلى صغير وكبير وأكبر ما معنى صغير وكبير وأكبر الاشتقاق الصغير هو أن تتحد الكلمتان حروفا وترتيبا وأن يكون بينها تناسب في المعنى عاليما من العلم هذا اشتقاق فعل مأخوذ من المصدر والموضارع مأخوذ من المصدر واسم الفاعل مأخوذ من المصدر هذا اسمه اشتقاق صغير اشتقاق صغير النوع الثاني وهو الاستقاق الكبير الاشتقاق الكبير وتتحد فيه كلمتان حروفا لا ترتيبا جاب ذا جاذاب جبذ وجذب نفس نفس الحروف لكن الترتيب مختلف وهذا الذي سميناه قبل ذلك ماذا سميناه ها ماذا سميناه سميناه القلب المكاني تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن الميزان الصرفي طيب جميل الاشتقاق الاكبر هو ان تتحد الكلمتان او اكثر في حروفهما فقط تتحد فيه كلمتان في اكثر حروفها يعني الكلمة فيها بعض الحروف المشتركة وبعض الحروف المختلفة نعقا ونهقا النعيق صوت الغراب والنهيق صوت الحمار فهذا صوت وهذا صوت والنون والنون النون والقاف والنون والقاف مشتركتان لكن العين في صوت الغراب فيها قوة والنهيق والهاء والهاء في صوت الحمار تماثر صوت الحمار فاتحاد النون والقاف والنون والقاف يقرب الكلمتين من بعضهما انهما تدلاني على اسم الصوت طيب اذا تكلمنا عن المصدر ماذا يشتق من المصدر ماذا يشتق من المصدر عندي مصدر ماذا نشتق من المصدر نشتق منه عشرة اشياء الماضي والمضارع والامر اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم التفضيل هذه عشرة اشياء هذا كل شيء لا قد يلحق بهذه المشتقات المنسوب والمصغر لانه في الحقيقة هذا ليس اشتقاقا وانما المنسوب اضيفت عليه لاحقة لتؤدي معنى النسبة والمصغر حول الى صيغة معينة ليدل على التصغير فهو ليس اشتقاقا بمعنى الاشتقاق ولكن يلحق بالاشتقاق واضح؟ اذا هذه هي المشتقات عشرة اشياء تشتق من المصدر على اعتبار ان المصدر اصل المشتقات يشتق منه عشرة اشياء الماضي والمضارع والامر اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة واسم التفضيل يلحق بهما المنسوب والمصغر طيب جميل تعالوا ننتقل سريعا الى تقسيم اخر وهو تقسيم الاسم من حيث الافراد والتثنية والجمع طيب المفرد مدل على واحد ليس مثنن ولا مجموعة رجل امرأة كتاب المثنى هنا الكلام المثنى ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون رجلان رجلين طالبتان طالبتين طيب كيف تقع التثنية لا تعالى نحن قسمنا الاسم باعتبار آخره بما اننا نقول المثنى ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بزيادة في آخره بزيادة الف ونون في آخره بما اننا نتكلم عن الآخر فلابد ان تكون هناك علاقة مع هذا الآخر لابد ان ننظر الى هذا الآخر هل هذا الآخر صحيح ام هذا الآخر منقوص ام مقصور ام ممدود تعالوا الصحيح تزاد الالف والنون او الياء والنون بحسب الاعراب رفعا رفعا او نصبا وجرا فقط رجلان رجلين امرأتان امرأتين وانتهى الكلام الياء السبب الصحيح نحذف الياء قاضي اآها نحذف الياء الياء موجودة المنقص اآ المنقص محذوف الياء ترد الياء قاض داع ساع وان كانت الياء موجودة تبقى قاضي القاضيان القاضي القاضيان نفس الشيء اذا ياء المنقوص تبقى ان كانت موجودة في التثنية وترد ان كانت محذوفة طيب المقصور المقصور ما معنى مقصور المقصور آخره ها آخره ألف الاسم المعرب الذي آخره ألف مفتوح ما قبلها المقصور إذا كانت ألفه أكثر من ثلاثة تقلب ياء حبلا حبليان ليلى ليليان أخرى أخريان طيب وإن كانت المقصور وألفه مبدلة من ياء كانت المقصور ثلاثي وألفه مبدلة من الياء يعني ألفه أصلها الياء ترد الألف إلى أصلها ترد إلى الياء فتاء فتيان طيب وإن كانت وإن كان المقصور ألفه منقلبة عن واو يعني أصل الألف الواو ترد إلى أصلها ترد إلى الواو عصى عصوان هدى هديان رضى رضوان بحسب الألف الألف أصلها واو ترد إلى الواو أصلها ياء ترد إلى ها الياء هذا إذا كان المقصور ثلاثياً إن كانت الألف ثالثة أما إن كانت فوق الثلاثة فإنها تقلب ياء مطلقاً طيب تعالوا نرى الممدود الممدود قلنا الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة زائدة صحراء بناء سماء علباء قراء لماذا كل هذه الأمثلة ستعرف الآن همزة الممدود لها أنواع ما معنى لها أنواع يعني إما أن تكون همزة أصلية يعني ما معنى يعني هي أصل في بنية الكلمة أصل في بنية الفعل هل تذكرون عندما كنا نتكلم عن أقسام الفعل الصحي وقلنا المهموز ما كان أحد أصوله همزة قرأ وبدأ وملأ طيب قراء على وزن فعال من قراء قراء إذن هذه الهمزة قراء فعال ألف زائدة الهمزة الهمزة أصلية الهمزة أصلية تبقى تبقى عند التثنيه قراء قراء طيب إن كانت همزته للتأنيث ما معنى للتأنيث يعني حمرة الفعل والوصف منه أحمر للمذكر وحمراء للمؤنث فهذه الهمزة همزة التأنيث فتقلب واو فنقول حمروان نجلاوان طيب إن كانت همزته منقلبة عن أصل إن كانت همزته منقلبة عن أصل يعني لها أصل سواء كان هذا الأصل واو أو ياء واو مثلا سماء سماء من سماء يسمو سماو أصلها سماو سماو تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت همزة فصارت سماء بناء أصل بنا يبني بناء فعال تطرفت الواو بعد ألف زائدة فقلبت همزة هنا ماذا نفعل هنا يجوز لك التصحيح يعني إبقاء الهمزة كما هي فتقول سماء وبناء ويجوز لك أن تقلب واو فتقول سماو وبناء كساء كساء وكساء 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 كساء من كساء يكسو كساء أصل كساء طي جميل إن كانت همزته للإلحاق ما معنى للإلحاق تكلمنا عن الإلحاق في الأفعال قبل قليل الفعل على باء وزيدت الألف والهمزة عليه ها ليلحق بهذا الوزن علباء والعلباء مرض في الوريد طيب أو قوباء وهو مرض في الشعر نسأل الله السلام إن كانت إن كانت الهمزة مزيدة للإلحاق فيجوز القلب أو التصحيح كذلك علباوان وعلباء يا أستاذ ما الفرق بين التي لها بين المنقلبة عن أصل والمزيدة للإلحاق في كل الموضع في كل الموضع يجوز لك التصحيح ويجوز لك القلب واول لكن فيما كان مدلا عن أصل الراجح فيه التصحيح ويمكن القلب واول أما فيما كان مزيدا للإلحاق فالمرجح فيه الراجح فيه القلب واول بينما التصحيح فيه جائز واضح هل هذا في مشكلة نعم صحيح أسماء نعم أسماء ما نوع الهمزة في كلمة أسماء تقصدين جمع أسم جميل اسم أسماء طيب جميل يعني هذه ليست نزيدة للإلحاق هذه فيها فيها كلام في أصل هذه الهمزة لكن إن كنت تقصدين هذه ليست للإلحاق ولكن هذا فيه قلب مكاني أما أسماء التي هي عالم على مؤنث فالهمزة فيها للتأنيث كما قلت أصلها واسماء بمعنى جميلة أسماء من الوسم بمعنى العلامة فالوسماء من الوسامة يعني وسماء بمعنى جميلة طيب جميل تعالوا نتكلم عن الجمع ما أنواع الجمع الجمع له أنواع كثيرة طيب ما الجمع أداء الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين طبعا له صيغ واحد الجمع وهو ثلاثة أنواع جمع مذكر سالم مسلمون مؤمنون جمع مؤنث سالم أو أسميه النحويون جمع بالألف والتاء لأنه ليس سالما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات كل هذه جموع للمؤنث جمع بالألف والتاء وجمع التكسير سواء كان للمذكر أو للمؤنث شاعر شعراء شاعرة شواعر جيد فارس فرسان وفوارس جميل جمع القلة جزء من جمع القلة وجمع الكثرة هذا قسم من أقسام جمع التكسير يعني استعرنا نقول جمع مذكر سالم وجمع بالألف والتاء وجمع التكسير وجمع التكسير ينقسم إلى جمع قلة وجمع كثرة جميل حسنتي ما شاء الله بارك الله فيك وجمع الجمع جمع الجمع هذا يدخل في جمع التكسير أيضا جمع الجمع داخل في جمع التكسير طيب اسم الجمع باختصار اسم الجمع لفظه مفرد لكن هو يدل على جماعة اسم الجمع لفظه مفرد ويدل على جماعة قوم ما لا واحد له من لفظه وليس على وزن خاص قوم أقوام لكن قوم تدل على جمع نعم هو اسم جمع جيش قبيلة جماعة أمة شعب عرق طيب اسم الجنس الجمعي اسم الجنس اسم الجنس يدل على جنس معين وفيه شيئان يعرف مفرد أو يتميز عن مفرده بالتاء أو بالياء ما معنى هذا يتميز عن واحده بحذف التاء أو حذف الياء تمرة مفرد تمرة اسم الجنس ما هذا هذا تمرة شجرة شجر يا أستاذ شجر اسم الجنس نعم طيب ما الجمع أشجار شجرة أشجار طيب عربي عرب اسم الجنس تركي ترك اسم الجنس رومي ها روم اسم الجنس قبطي قبط اسم الجنس وهكذا جميل ممتاز اسم جنس إفرادي هو يدل على الجنس لكن مفرد يدل على الكثير ويدل على القليل يستخدم للقليل ويستخدم للكثير تراب نعم تراب جنس لمادة الأرض ها نعم القليل اسمه تراب والكثير اسمه تراب عسل كذلك ماء كذلك لبن كذلك اسم جنس إفرادي هو اسم الجنس لكن يدل على المفرد بخلاف روم وترك وعرب اسم جنس جمعي إذن عندي جمع وعندي اسم جمع وعندي اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي وصلت نعم صح سكر صح جنس خبز جنس ملح جنس إفرادي كل هذا من الجنس الإفرادي طيب جميل علينا أن ننتقل سريعا إلى الجمعة علينا أن ننتقل إلى الجمعة قصرنا الجمع إلى جمعي مذكر سالم وجمعي مؤنث سالم أو أنا أقول الجمع بالألف والتا وجمعي التكسير جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون ونون في حالة الرفع صالحون مؤمنون قانطون عابدون ياء ونون في حالتين نصف والجر طيب كيف يجمع الاسم علينا أن ننظر إلى آخره كيف ذلك هل آخره هل آخره صحيح أم منقوص أم مقصور أم ممدود آه تعالى الصحيح تزاد الوا والنون أو الياء والنون مسلمون مسلمين ليس الالف والنون الوا والنون هذا غلط هذا غلط في الكتاب طيب المنقوص آه المنقوص نحذف الياء ونضم ما قبلها قاضي قاضون مصطفي مصطفون مهتدي مهتدون طيب المقصور تحذف ألفه وتبقى الفتحة مصطفى مصطفون مصطف فاء فاء مصطفون ومصطفين التشكيل هنا يعني تقدم قليلا الفتحة على الفاء والسقون على الواو مصطفون مصطفين مرتجاء مرتجون ومرتجين والممدود حكمه كحكمه في التثنية ما معنى حكمه كحكمه في التثنية يعني إن كانت الهمزة أصلية بقيت قراء قراءون وإن كانت الهمزة للتأنيث فلا يجمع على ها فلا يجمع على جمع المذكر السالم لأن جمع المذكر السالم لا يجمع عليه المؤنس وإن كانت منقلبة عن أصل فيجوز فيها البقاء أو القلب واو طيب وإن كانت مزيدة للإلحاق المزيد للإلحاق لا يجمع جمع مذكر سالم إذن في جمع المذكر السالم ستبقى الهمزة طيب انتهى الكلام عن الجمع جميل تعالوا نتكلم عن جمع المؤنث أو نتكلم عن الجمع بالألف والت لماذا أستاذ لا تقبل أن نقول جمع مؤنث سالم في الحقيقة إذا نظرنا إلى كلمة سالم لماذا سمينا جمع المذكر بجمع المذكر السالم سمي سالما لأنه لا تتغير فيه صورة المفرد عند جمعه طيب لا تتغير فيه صورة المفرد عند جمعه مسلمون مؤمنون طيب جميل جدا أهل هي من الملحقات نعم طيب تعالى لجمع المؤنث إلى جمع المؤنث السالم أنا لا أسميها كذا بل أنا أعتمد تسمية ابن عقيل الذي يقول الجمع بالألف والتا لماذا أستاذ تقول هذا أولا عندما أقول مسلمة ما الجمع ما الجمع ما جمع مسلمة مسلمات وأين تاء التأنيث الأولى مسلمة حضفت التاء حضفت التاء إذن كسرت صورة المفرد إذن هو ليس سالما مؤمنة مؤمنات لا نقول مسلمتات ولا مؤمنتات لا لا نقول هذا جميل شيء الثاني جمع المذكر السالم لا يجمع عليه إلا ما كان مذكرا مستوفيا للشروط أن يكون علما مذكرا أو صفة لمذكر وأن يكون خاليا من علامة التأنيث وأن ها أن يكون للعاقل طيب جميل تعالوا مسلمة مسلمات جمع المؤمنت صح صحية رجال رجالات جمع على رجال مذكر ومع ذلك جمعت على صورة جمع المؤنث سماء سماء أو سماوات الله أكبر يعني جمع عليه العاقل وغير العاقل والمذكر والمؤنث فكيف نقول جمع المؤنث السالم كيف نقول هذا هو ليس خاصا بالمؤنث وليس سالما إذا نظرنا إلى السلامة فهو مكسور لأن نتاء التأنيث حزفت من مفرده لأن مسلمات مفردها مسلمة ومؤنث سقطت لأنه يجمع عليه المؤنث والمذكر والعاقل وغير العاقل طيب أستاذ ما الصحيح ماذا تريدنا أن نقول أنا لا أريد هذا كلام الصرفيين وكلام النحوين اسمه الجمع بالألف والتأ جمع بالألف ها والتأ الجمع بالألف والتأ ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتأ على مفرده فاطم آت أين التأ ليس على مفرده على مفرده بعد حذف تأ التأنيث آه طيب كيفية جمع الأسماء جمع مؤنث أولا مفرد بلا تأ تزاد الألف والتأ زينب زينبات هند هندات كوثر كوثرات وهكذا مقصور حكمه كحكمه في التثنية آه ما معنى يعني إن كانت الألف آه رابعة فأكثر قلبت ياء وإن كانت الآه وإن كانت الألف ثالثة ردت إلى أصلها الواو أو الياء هداء هديات عصاء عصوات أصوات أصوات ترد أصوات 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 خديجتات خديجتات خديجات فاطمة فاطمات وهكذا طيب مؤنث سالم العين ساكنها يعني العين الكلمة ساكنة وهذه العين حرف صحيح يعني ليس حرف علا سالم العين يعني عينه سالمة ليست معتلة وساكنها ختم بتاء أم لا يجوز فيه الفتح فتح العين والتسكين وإتباع العين للفاء هند الفاء مكسورة فنقول هندات بالفتح وهندات بالسكون وهندات بالإتباع كلها صحيحة هندات وهندات وهندات كلها صحيحة طيب إن كانت الفاء مفتوحة تعين الإتباع يجب الإتباع لا يجوز فيها التسكين لا نقول دعدات نقول دعدات طيب إن كانت لامه إن كانت لام لامه حرف علا يعني مضموم الفاء دمية إن كانت لام ياء وهو مضموم الفاء دمية أو لامه وو مكسورة وفاءه وفاءه مكسورة يعني فا مكسورة و لامه ها و ذر و امتنع الإتباع دمية 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 امتنع فيها الاتباع فنقول ذروات وذروات دمية دمية دماء دميات دميات جميل دميات ودميات بالضم وبالفتح طيب لا تتغير حالة العين في الجمع في الصفة ضخمة آه كل هذه اوصاف ضخمة ضخمات الرباعي زينب زينبات معتل العين معتل العين حور حورات مضاعف العين جنة 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 آه جنة العين مضاعفة ما معنى مضاعفة جنناء اصلها جنناء العين واللم نفس الشيء لا نقول تبقى العين نقول جنات متحرك العين شجرة شجرات لا تسكن طيب جميل دعونا ننتخل الى جمع التكسير سريعا جمع التكسير قلنا ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صورة مفرده لان جمع التكسير يكون للمذكر ويكون للمؤنس جمع المذكر السالم يكون للمذكر للمذكر جمع المؤنس كما قلنا او جمع بالالف والت كما قلنا يكون للعاقل والغير العاقل والمذكر وللمؤنس جمع التكسير كذلك يكون للمذكر والمؤنس طيب جمع التكسير جمع التكسير له نوعا جمع القلة قلة يعني يدل على العدد من ثلاثة الى عشرة جيد وجمع الكسرة جمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة طيب استاذ كيف نعرف هذا جمع القلة اربعة اوزان قلنا هذا في اللقاء السابع افعل وافعال وافعيلة وفعلة افعل اذرع ارجل افعال اثواب احمال اثقال افعلة ارغفة افئدة فعلة فتية جميل هذه الاوزان الاربعة تدل على جمع القلة طيب وجمع الكثرة ياه جمع الكثرة فوق العشرين اثنان وعشرون وزنا فعل حمر جمع احمر احمر افعل فعل احمر حمر فعل قضيب قضب فعل غرف غرفة غرف فعل فعل حجة حجج على ان تأجرني ثمانية حجج نعم فعلة قضاء 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 وقلبت الواو ها الفا لتطرفها وانفتاح ما قبلها تطرفت الواو وانفتح ما قبلها فا جيد جيد فعل ثياب ثوب ثياب رجل رجال فعول وعول وعل وعول بيت بيوت فعلان غربان غراب غربان فعلان فعلان ذكران ذكر ذكران فعلاء جلساء جليس جلساء أفعلاء أغنياء غني أغنياء فعيل أفعلاء كريم مثلا كيف نقول أبخيل غبي أغبياء ذكي أذكياء نبي أنبياء طيب فواعل فاعلة فواعل خاتمة خواتم فعائل فعالة فعائل سحابة سحائب فعالي سعالي سعلات سعالي فعالا فعيل فعالا يتيم يتاما فعالي فعالي كرسي كراسي فعالي 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 عناكب عنكبوت عناكب إذن هذه أوزان الكثرة وكما ترون هي كثيرة جدا طيب المشتقات العشرة هذه المشتقات إن شاء الله رب العالمين نبدأ بها في درسنا القادم إن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية زواجر نعم صح طيب هل بقي سؤال هل يحفظ كل هذه الأوزان أم يكفي مثال أو مثلا طبعا في أوزان القلة أوزان القلة عندنا أربعة أوزان هذه تحفظ والباقي يفهم بعد ذلك يعني من أوزان يعرف فقط نعرف جمع التكسير أربعة تحفظ أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة احفظوها هكذا أفعل مثال ها أرجل وأفعال أحمال وأفعلة أفئدة وفعلة فتية وانتهى الموضوع هذه الأربعة هي جموع القلة ما عداها جموع الكثرة طيب هل بقي شيء هل من سؤال طيب إزاكم الله خيرا جميعا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر